السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم طلابنا العزاء اليوم راح نشرح لكم راح كتاب رايتينج البراغراف واليوم راح نحكي عن الشابتر السادس طلابنا العزاء كتاب الشابتر السادس يحكينا كعنوان بالبداية ذاكر لي white lace ليس اللي هي الكذبة البيضاء طيب يقول what is a white lie ما هي الكذبة البيضاء يقول هنا a mistake about colors Tom's new car red when it's actual purple a small unimportant or unimportant unimportant lie are you till not to print something feeling طيب الآن بالنسبة لي كلمة الكذبة البيضاء شلون الشقة يعني كذبة بيضة يعني ما به أذية على آخرين يقول لك فد خطأ تخطأ عن الألوان أو يقول لك فد فد كذبة غير مهمة أو صغيرة أنت تقولها إلى الناس not hurt someone بس ما تأذي مشاعرهم a type of lie politicians أو كذبة أو نوع من كذبة سياسية tell to popular when I am president من أني أكون رئيس رح أسوي كذا وكذا إذن هاي يعني فد شغلات عامة tell a partner about last time you told a white lie قل للأصدقائك آخر مرة أنت حجت لهم فد كذبة بيضة أو أصدقائك أو إلى آخره tell a partner if you think it's okay to tell white lies وقل للأصدقائك إذا أنت يعني تعتقد ماذا تعتقده ماذا تفكر عنه بخصوص الكذبة البيضة طيب مثلا يعني واحد يقول آخر آخر يعني lie white lie لي مثلا خلينا نقول على سبيل مثال وعد يقول أنا من رح أصير رئيس الوزراء أنا راح أخصص صوات من هاي الجانب يعني وإلى آخره من هذه الأمور الآن عندنا إنشاء نقرأ وجدا مهم نفصق هذا إنشاء ونعرف المعنى يقول white lies are not always bad الكذبة البيضة مو دائما تكون هي سيئة قد لا تكون الكذبة السيئة قد لا تكون الكذبة البيضاء دائما سيئة هذه التوبك سنتنس اللي آن قاعد أحك عنها if you tell your girlfriend that her new hair cut looks great إذا أنت قلت الخطيبتك أو حبيبتك أن شعرت كلش حلو قصة شعرت كلش حلوة when it is horrible عندما يكون فضيعا she will know you are lying راح تعرف أن أنت تشذب I think it is better to tell the truth in this case أعتقد من الأفضل أن نقول الحقيقة however بالرغم من ذلك if your girlfriend has a new dress and she look and she really likes it وإذا هي حبتها كلش you should always say it is a lovely دائما تنصحك تقول كلش هذا حلو طيب you should always say it lovely if you say you don't like it you will make her unhappy تقولها ما حبيتها صراحة هذا راح تخليها يعني زعلانة and angry with you وغضوانة منك you can lie if the truth will hurt and if the truth will hurt it not and it is not important الجملة الأولى هي topic sentence الجملة الأخيرة هي concluding sentence الجملة الختامية وهي الجملة اللي بالنص كلية هي supporting sentences جملة ساندة طيب إذن حتشنا عن حتشان هنا قال يعني مرات أنت ضروري جدا أنه أنت جامل المقابل علشان يعني ما تزعلها وما تجرها مشارة حتى الكل راح يضحك وحتى هي تدري بك أنه أنت كذب حسب طبعا ما أنت تكذب ولكن حسب ما موجود بهذه الطيب الآن ننتقل إلى في الموضوع آخر يقول قرأ البرغراف يقرينا هو يقول مرة أخرى خلص هاي مرة واحدة كافية شي تريد بعد again I'd answer the question which the sentence هاي حددناها هي topic sentence what does the concluding sentence do ال concluding sentence إيش سوت إني it makes it a prediction it makes a suggestion it relates to the topic sentence يعني يعني ينتقل اقتراحات أنا برأي شخصي أختار رقم مثل هذا what do sentence to and for جملتين الثانية والرابعة شو سول هاي الجملة شو سولها خلنشوف هن الثانية والرابعة نشوف وين الثانية الثانية يقول if you tell your girlfriend إذا أخبرت girlfriend ورأ عن حقيقة تزهر بل أنه فضيع هاي جملة الثانية بالله خلنشوف الرابعة شنو المكاتوب يقول الرابعة if you really like it you should always say إذا أنت دائما حبيته طيب خلينا نرجع شوف شنو المطلوب بالجملة بالاختيارات يقول they give advice انتطق نصيحة they give example they tell a story شو سوى هاي الجملة الثانية والأربعة طبعا لو رجعنا للجملة رقم اثنيا رقم اثنيا هو شنو المطلوب if you tell your girlfriend you will know her looks great it is horrible she will know that you are lying راح تعرف ان انت تكذب طيب والجملة رقم اربعة يقول however if your girlfriend is a new dress and she really likes it you should always say it always هو شو سوى لهنا يعني انطاني نصيحة they give me advice انطاني نصيحة اطاني نصيحة طيب الآن ننتقل الى giving opinion اعطاء الغاي شلون نتكلم عن giving اخوان يعني الموضوع الموضوع الانشاء تدرون ب open مرة سوف لكم سالفة حتى احتي لكم نقطة مرة من المرات شفت احد الاساتذة بروف بروف يعني ما شاء الله علي وحل نقطة من النقاط هاي النقاط وموجود هنا حل 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 يعني مثلا قال اثنين بالاخير بالحل مكتوب واحد فانا قلت له دكتور هاي انكت حاضر يعني بالاجتماع يعني قلت له دكتور يعني ليش اختاريت اثنين ليش اختاريت اثنين وهي بالكتاب بنكتوب الحل واحد قال الحل الصحيح اثنين فعدين ضلين تناقش آنية والله صراحة اثبت وجهة نظري انه الكلام صحيح فموضوع الانشاء ممكن واحد يختلف وياه حتى لو كان الاجابة بالكتاب يختلف لان هذا كل من الى فكرة معينة احنا نقصد من ايش يعني فموضوع الانشاء اخوان شوي موضوع open نتحمل فيه احتمالية لانه هذا مو يعني يبقى نظري يبقى موضوع يعني فيه احتمالية language focus نجعل giving opinion نعطى الراي يقول your opinion is your personal feeling رأيك هو مشاعرك شخصية a fact اما الحقيقة فهي something that's true شيء اللي هو ثابت ما يتغير most writing uses both facts and opinions والحقيقة ان يعني العديد من الكتابات نجد بها حقائق و opinion when you talk about your opinion من تحشى عن رأيك you can start with sentences phrases such as من تريد تحشى عن اشياء تخصر رأي حاول تستخدم من هذه الجمل I think friends should always be honest اعتقد او يعني ان الاصدقاء لازم جاء من يكون صادقين لازم استخدم هذا ولا اريد احشي انشاء فيه رأي ذني كلمات نحفظ جدا 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 مهمات ان ركز عليهم قدر المستطاع لان ذني مهمات وراح يساعد لنا بكتابة الانشاء بالمحاضرة الجاي او الايام الجاي الان ننتقل الى التمرين تكتب لعليها اف اذا هي او تكتب لعليها او تعلم بالنسبة لل البنات هو اسهل من الشباب هذا الموضوع مو حقيقة عندك رقم عندك فد اشي هذا او او واحد يقول انا بصفي عدد الولد اكثر من البنات هذه حقيقة كيف هي مميزات هذا عدد هذا الشي ثابت يقول رقم بي المدرسين الزنين ما ينطنع واجبات هيا هذا رأي طالب هذا الظهر هذا رأي طالب وطالب كسلان اذا هذا رأي فراح نقول له او نقول او يقول اسبوع الماضي مدرسنا نطنع واجب هاي حقيقة فابت فاكت فاكت يقول هاي اسم مواضح هذا اسم الظاهر اسم شخص اه هذا ممثل هو ممثل جيد هذا رأيي ما حد يقدر مو كيفك انت تقول علي ممكن واحد يكره يعني عادي يقول هاي الجملة الثانية يقول هذا الممثل بدأ في شركة او في شركة ماتريكس طيب اذا هذا هذي فاكت حقيقة ما حد يقدر ينكره نجي يقول مني تينيجرز كري موبايل فون ديز ديز العديد من الشباب يحملون الموبايل هذي الايام بعدين يقول موبايل فون هاي الجملة عليكم انتو تحلو ليا مني الفاكت ومني الابنين يقول كل طلاب لازم يرتدون زي موحد هذي حقيقة فاكت ادي عليكم نجي على طبع او رسكت وانا فون ارنات فاكت ويقول زينا مو حلو مو حلو مو حلو مو كيفك انت ما اعتقد بانه ارتداء ارتداء الموضى هو مهم يعني هذا الموضوع يبقى او بني ينا رأي يقول ماي فيفيرت كلوتس ار اول بلاك يعني يعني اني النفسي يقول لوني المفضل هو الاسود هذي حقيقة فاكت فالشي ثابت يعني اني عني ثابت هو فالشي عني ثابت يعني طيب لا تنسون الدي واجب عليكم الدي واجب عليكم طيب الآن for each topic below right fact opinion يديد لدي واحدة عن الفاكت واحدة عن opinion طيب نضينا جملة الاولى t وهو حالها واحدة منطينا عليها رأي واحدة منطينا عليها fact مثلا بيقول ياابا الشاي هو is good for your health الشاي هو تاي كلمة مواضحة for your health لصحتك طبعا هاي كاتب عليها حقيقة ما عرف يعني شين مقصود بيها black tea الشاي الشاي الاسود than green الشاي الاسود افضل من الشاي الاخر هذا opinion هذا opinion university entrance entrance exams افعال هنا يريد من عندنا نكتب عن الجامعة عن يعني عنوان university exams entrance exams و ننطرأينه هل هو عفنو نكتب فاكتب حقيق ما مثلا يعني اقول the university my university entrance exam is مثلا اي شي يعني اي صفة ننطي اي صفة نعطي وبعدين ننقول مثلا المدة مالتها خلينا نقول ساعتين او ساعة وحسب المدة اللي احنا رح ننطيها هذا دائما الارقام الشي الرقم هذا حقيق fact اما لما ننطيها فاقول جيد هذا الموضوع ما العلاقة يعني violent video game يقول violent video games are very boring العاب الفيديو العنيفة نقول يقول هو مملة هذا موضوع رأي مو كيف كنت ممكن نقول violent video games على سبيل المثال خلينا نقول are are not peaceful لا تحتوي على سلام ما بيها سلام هي من السلام ما بيها سلام يعني هي عنف فانطينا عليها حقيقة طينا عليها حقيقة طيب dating عن المواعد dating يعني مواعد I don't like dating مثلا أو dating and the university is very bad المواعدة في الجامعة جدا سيئة هذا رأي بعدين اقول مثلا يعني الموضوع خاص بكم اخوان هذا يعني it's open الموضوع open انت تكتب تكتب المني مثلا money makes happy makes you happy ما نتخليك في الوساط هذا رأي بعدين مثلا يقول مثلا اي اي موضوع المهم يكون هو fact المهم يكون fact money is very important to everyone who wants to travel مثلا الشخص اللي يريد يسافر لازم يحتاج مني هذي حقيقة مثلا السبورت على سبيل الرياضة مثلا you have the sport is very important for your health الرياضة جدا مهمة لسحتك هذي هي حقيقة مثلا fitball is my favorite sport هذا فتشي opinion رأيي وحتى هنا شوف يعني وقدما موضوع مفتوح هكذا choose your opt يعني اختار لك هذا موضوع انت خاص بك واكتب لي حتى هو يعني نخلي الموضوع open حتى هو نخلي الموضوع شوية open فالموضوع يعني ما له شوية شيء محدد يعني وحلو لا موجودة بس نحاول نغير بالفكرة الموضوع انت تكتب يعني اذا كان صعب عليك جدا تكتب بالعربي وبعدين نحاول للغة الإنجليزية بس لا التعود على هذا الموضوع يعني دائما تكتب جدا عليك الموضوع حاول تكتب بالعربي وبعدين انت تحاول على اللغة الإنجليزية الآن لو جئنا على التمرين الثمانية يقول decide if these sentences are opinion نكتب or examples اللي هي حرف e طيب يقول جملة الأولى smoking should be banned in all restaurants طبعا هذي opinion رأي آني يعني لو اجت لو تيج علي ما اعتبر ها رأي اعتبر اجبار اوكي بس رأي مو example smoking is banned in restaurant in California and New work هال جملة عليك هل هي example أما لي opinion انت جاوب ديها c the a is cleaner and healthier in non smoking restaurants الآن هال هال الجملة يقول الهواء هو نظيف و صحي في ال 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 المطاعم الغير مزدحم و دائما المثال هو يميذ الى الحقيقة فهنا هي حقيقة ان الهواء النظيف يكون صحي المثال باستخدم اعتقد أن الهواء يحب نحن ملابسي صار بها رحة الدخان لقد اعتقد و من قل In my country في بلدي smoking is banned on business and trends and all public In my opinion في رأيي المبالغة is the same as language Exaggeration Exaggerate My friend John is always exaggerating When we met two years ago He told me he spoke French fluently And he told me I speak French fluently In my opinion Last week we met in a French In a football match John couldn't say anything to him In a French He told me where are you from I think he likes because he wants to be exciting He told me he has a new millionaire girlfriend Last night he told me he has a new millionaire girlfriend He told me I have a new millionaire girlfriend She probably has a lot of money But isn't a millionaire I don't believe John is a good friend And I think John is a good friend And I think John is a good friend Of course This is the multi This is the concluding sentence Topic sentence My friend is always exaggerating My friend is always exaggerating And the concluding sentence Now he told me right Take to the error He told me he had a new millionaire A good friend doesn't exaggerate A good friend has a rich girlfriend A good friend is exciting A good friend tells the truth What do you think? I think I should choose this The good friend doesn't exaggerate 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 The good friend doesn't hesitate He told him Underline two examples Used to support Writing's opinions He told me The good friend doesn'tzag The good friend doesn't hurt The good friend doesn't have that Is erfolgreich He told me The he taught you ويقول اخبر زميلك عن رأيك بالكذبة او بالمبالغة شنو يقول شنو رأيك يعني انت تقول لصديقك شنو رأيك واحد يعبر عن رأيه للثاني الآن هذا الآخر شيء يقول put it together choose one of the opinions you wrote for الآن عندنا تمرين هذا نفس الحالة عندنا بعض الكلمات في صفحة 45 هذه عندي 45 ثم الاشياء ألعاب الفيديو للطلاب الثانوي اختارينا هذا العنوان نختار عنا Topic Sentence نسوي لبراينستورمينج عن طريق النقاش وبعدين نكتب مثالات فاكت أو opinion بعدين نكتب إنشاء نستخدم opinions طبعا أكيد لا ننسى نرتب الصفحة وهذه الأمور كلتها تعلمناها الcapitals وإلى آخرية من هذه الأمور نكتب Topic Sentence Concluding Sentence حبة حبة شوية شوية ونرتب الإنشاء مالتنا بعدين نبدله إحنا وأصدقائنا ونشوف أراء الآخرين نعدله نتناقش بيه نقرأ البرغراف بعد تعليلات وبعد النقاش وآخر شيء نسلمه إلى الأستاذ حتى يتناقش بل أنا حاضر لا تقدرون تكتبوني وتبعثوني كامل وجهز أنا أعدلكم إياه أنا حاضر وتكرم معينكم تحياتنا لكم شوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته